اشتركوا في القناة الموضوع هذا ليش لان كود 11 ان شاء الله بنزل يوم 4-11-2014 يعني حول شهر ونصف فبغيت اتكلم اعطي راي هل ان كود ناجح ام فاشل قبل ما اعطيكم الراي تتذكرون كود ثمانية او ما نزل حط مبيعات كبيرة في تاريخ كولف ديوتي ووصلت اعلى معدل في الارباح الشركة نزلت مباد ديالسي نزلت لون يعتقد لون السنو نول الأوتم وكان عليها اقبال شديد لما نزل كود 9 كود 9 حطم رقم قياسي ما قدر يوصله كود 8 فكان الناس عليهم اقبال شديد اليومك هذا الاونلاين تلاقي دوما 200 وشي 200 شي اذا قال 100 وشي ويعني نسبة كبيرة الشركة نزلت مباد ديالسي في كود 9 الناس كان لها اقبال شديد على المباد لان كود 9 كان صراحة اختيار المباد شي ممتاز نزلت الوان ديالسي بعد الوان نفس الشي كان عليها اقبال شديد من معجبين كود 9 فتم تنزل الوان تنزل الوان تنزل الوان تنزل ما باكت اليومك هذا والاقبال ما زال شديد على كود 9 والشركة يعني حسد حسد بطور يعني من كود 8 ارباح قياسية كود 9 ارباح قياسية مرة ثانية فقات يعني تتوقح الشي تكون في كود 10 لكن الامور مشت على عكس التوقعات الشركة نزلت الوان تنزل ما باكت تنزل شخصيات تتيب كومنترين مغني تتيب ممثلين تتيب حاود تتيب قدر المستطاع ما قدرت اعتقد انها ما قدرت يعني تخطى ارباح كود 8 إن جد صراحة كانت صدمة طبعا ليش هناك أسباب عرقلت كود 10 يعني عن النجاح مو بعن النجاح عن يعني يوصلون مستوى سمعة كود 8 و 9 بالنسبة لي كود 10 و كود ناجح لكن في أسباب كيفما تقولك يعني منعت بريق الكود هذا فوق كود 8 و 9 فوق كود 7 يعني 6 و 7 و 8 و 9 اليومك هذا يظل أفضل من كود 10 والأسباب كثيرة عندك أول شيء الأشياء اللي حرمت كود 10 إنه يحافظ على المعانة وبريقه مقارنة بكود 6 إلى كود 9 أول شيء كانت في أشياء تغبن في اللعبة عندك اللانشرات تقول لانشرات كود 6 عندك الكلب تقول كلب كود 9 عندك الأوركل تقول أوركل كود 8 عندك الـ LED اللي صراحة جد يغبني يسقون في الجدار على الأرض وهذا تخليط بين السي فور وبين الكليمور يعني منقبين كل شيء تخريبي في كود 6 و 7 و 8 وتسعة و حاطين كله في كود 10 فالناس انصدمت ما تقبلت هالشيء هذا هو شيء ثاني شيء موضوع الهيلث معروف هيلث كود 4 و 5 و 6 و 7 و 8 ما تساوي بالضبط كود 9 شوي أقل لكنه ما يأثر لأنه يعني أوكي فيه نفس انك تقدر تدرعم وكذا تقدر تدرعم يعني تبدع ضد بارتيار تكلانات ضد ناس لعيبة ضد ناس ما دعب تلعب يعني تقدر تساوي كل شيء في كود 9 لكن كود 10 الهيلث كان أقل شوي خلق الله شوي عقلت فهمت الموضوع أن الهيلث أقل لازم ما أدرعم المشكلة مو بهني المشكلة كان فيه شيء ثاني أرقل مع الهيلث هو اللاق طبعا واحد يقول أوكي كراشر كيف ما ندرعم كود 10 فيه ناس الدرعم صحيح فيه ناس الدرعم لكن الدرعمه صارت قليل جدا ممثل موضوع كود 8 كود 8 أو 9 الدرعم بداية القيم خذ راحتك عادي لكن كود 10 لا إذا كان ضدك ناس ما تعف تلعب أوكي الدرعم لكن ضدك ناس لعيبة لا ما تقدر لأنه جد صعب هل الظعيف طبعا نسيت أتكلم في النقطة الأولى عن موضوع الخلاطات والخلاطات الحراري والتارجير فاينجر تارجير فاينجر التارجير فاينجر التارجير فاينجر والهاي صراحة منتشرة في كل زاوية في كل خريطة تلاقي عشر واقفين ويدتقنصون شيء يغبن المهم موضوع اللاق موضوع اللاق صراحة شي مش طبيعي يعني أنا من الأشخاص اللي أمسك الهوست من كل 40-50 جيم في كود 8 أو كود 9 أمسك أقل شي أقل شي ثلاثين مرة خمسة ثلاثين مرة فهوستي ما شاء الله يعني اللهم لاحسد ممتاز لكن في كود 10 في اليوم كامل عادي أمسك ثلاث مرة ما أقدر يعني ثلاث مرات يالله يالله بالضربة الناس اللي الهوست عندهم أقل شو يقدر يسوون ما يقدر يسوون شي في القيم أنا جد أنه لعب يعني صار يعني جد معقد أنه أوكي لازم تكون مع بارتي يعني لازم تشوف ناس يعني لازم تضبط لك ناس يعني أحيانا أنحرج يوم سريع عند شباب أنا أدخل بعدين يدخل مبراي واحد يقولون الله فلان فل خاص لخلت متأخر أنا أنحرج أني أخذ مكان واحد رقم واحد رقم اثنين صعب تلاقي ناس كثير مني في الأونلاين تعرفهم لأن أكثر شي ناس سحب على كود عشرة فيعني كما قلت لكم جمع التخريبات في كل كود حطوه في كود عشرة مع الهيلث الضعيف مع اللاق لكن ما تقدر تمسك الهوست والأجانب مسيطرين على السيرفر بشكل مش طبيعي تكون تستوي أخوياك يجي واحد أجانب يسحبكم كلكم مع بعض ويجي ذاك اللاق الخرافي أن ما من أمه فايدة صراحة أن هالشيئ اللي أتوقع أني أشوفه أن كود عشرة أنه فقط بريق نجاحه طبعا ناجح هاللي أأمن فيه أن الكود ناجح لكن هالأسباب اللي ما خلت الكود يطلع مثل ما طلع كود ثمانية وكود تسعة لازم الشركة تفهم وتتفهم هالشيئ أنه اللعبة كود على مستوى العالم اللي نتا ضعيف اللي نتا قو اللي نتا وسط فلازم تسوي الهيلث مثل هيلث كود ثمانية وكود تسعة بحيث إذا واحد عنده لاغ يمدي أنه يطلع يمدي شوي يدرعم يمدي أنه يوم يتدمج شوي يشرد لكن مع الهيلث هذا ما صح ينفع بالعكس النظام الهيلث يخدم الأجانب أكثر ما يخدمنا فهذا أنا رايي بالنسبة لكود عشرة ناجح لكن أسباب خربت بريقه ونجاءه ما يتفوق على نجاح كود ستة سبعة ثمانية وتسعة طبعا هذا رايي هالي كان معاي اليوم كان معاكم كراشر حطوا رايكم في الكومنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسيينة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة irimiędzyعنا اشتركوا في القناة